السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة اليوم نقدم لكم هذا السبب حامل البرتافل وهناك جهاز تحكم من بيم العروض هنا في الشاشة كما تشاهدون هذا الجهاز سيلفي في الويفي وهو يتقلب يمكنك تتحكمي في الاباراية سبطيها وطلعها وكذلك اطولي الابعد الحد هو 685 مم وهو غير قابل للكسر يبقى معكم مدة طويلة اهم شيء اهم شيء انا في جهاز تتحكم مع البعد وكذلك الناس كانت الكثير عن الوان في الأحمر وكذلك الابنات يدخلوا لي كيف لا تتحدث عن البعد مدى شهاز تتحدث عن الاسئلة لانا كيف تتحدث عن الاسئلة وانا كنتم بسرطة وعندما اضفت الاسئلة بسم الله انا كما تشاهدون كنت تتشاهدون واحدة التي تعمل بها والكما لم يعمل بها نحلها لكم لتشاهدوها من الأول حيث اللي خدمت بها أنا راديجة انستاليت فيها اللي خلصت انستال ديجا هكا يا الله منذها معاكم باش شوفوا كل شيء بعينيكم أول حاجة غد نحلها من اللي تحليها هكا بأول حلة هادي ما تلقي؟ كتلقي هاد الكبالوب هادا دي في بعض المعلومات بجميع اللغات نشوش دي لك اللغة العربية ديالتنا ها هي في جميع في كل شيء الشرح ولكن كل ما كعرفش الشرح هذا اللي هنا لانك يبغي فيديو ويكون عادو الشرح مبسط لهذا انا قررت ندير فيديو نبدأ نقول لكم هاي الوقارة هكين اللي بغي يقراها بما ندرنا فيديو غد نشرحها لكم ها ما كما تشوفوا هلايا اي حليتها خليتها باللون الاسود باللون الاسود يكون أطير هون زوين اول حاجة هي يدي التنية هادي نحلها بحالكة بك تحليها هكا بك تحليها هكا نزدي ما زال هكا يعني اضع هذا البرطابل هنا تحليها هكا هادي هو الأخر دياله هاو هذا كما تشوفوا يكون هذه المدينة تجدون بحالكة يمكن أن ندرَه هكا أمصلوا تعملوها كحاملة فيديو كيف تكونوا فيديو تقدروا تجدونها هكا وتحرقوا الكاميرا جيتك و تخدموا كما تشاهدون في هذه الطريقة وهذه الطوال وهذه الطوال أرجع لكم تشاهدون هذه الطوال كما تشاهدون الطوال وصلت إلى 185 وصلت إلى طول وصلت وصلت إلى طول كما تشاهدون تضيفون هذا الطريق كما تشاهدون تضيفون تضيفون هذه الطريقة سوف تضيفون حتى سوف تضيف هذه الطريقة تضيفون تضيفون هذا الطريق تضيفون تضيفون حتى تضيفون هذا حتى حتى يتضيفون اضغط على طفل البرطابل 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 أخطأ الممكن أن نتعرض لها سوف نقوم بإمكانكم 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 نحل هذه نتعرض لها سوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم نضغطها كما نقوم بإمكانكم بإمكانكم كيف يتم تحكم فيه عن بعض أول شيء يتم تحكم فيه عن بعض يتم تحكم في البرتابل يتم تحكم في البرتابل يتم تحكم في البرتابل تحكم في البرتابل اضعها بلوتوث أحاولت أن أضغطها بشكل أفضل لون الأزرق عندما أضغط هذا الأزرق من كيف تعمل بلوتوت أحاولتها بشكل أفضل أحاولتها بشكل أفضل هذه الحجرة يجب أن تردوا البال لأنها ترجعوا البيم لأنها تقوم بشكل أفضل أحاولتها بشكل أفضل لأنها تقوم بشكل أفضل أخبرتكم بشكل أفضل يمكنكم تقوم بشكل أفضل أجمع الحجر جديد سوف نقوم بإضافة أخرى نقوم باللون الأحمر نقوم بإضافة طريقة كما يريدون أن نقوم بإضافة أخرى لنقوم بإضافة أخرى نقوم بالأموين لنقوم بإضافة أسود هذه الأسود لأن حجرة مثالية يمكن أن نقوم بإضافة أخرى لنقوم بإضافة أخرى على الأسود كما تشاهدون يجب أن يقصر هذا البلوسوس روشه كما قمنا قمنا بشعل البلوسوس سوف نقوم بشعل البلوسوس كذلك نقوم بشعل البلوسوس نقوم بشعل البلوسوس نقوم بشعل البلوسوس الوقت يجب أن تجد هذا يجب أن تجد هذا البلوسوس يجب أن تجد هذا البلوسوس ثم اضحنا الى افضل وعندما اضحناها وذلك ارعنا النجاح نستطيع أن نصوره و نتحكمه كما نريد سوف نتسنى البناس و نأخذ مدة بلاجة سوف نخرج و ندخل و نأكد سننى البناس سوف نقطع لكم في المونتج ولكن لا سوف نرى المراحل لكي لا يوقع لكم مشاكل أشرح لكم في الأول المشكلة هذا الموقع سوف نضيف سوف نخرج و نعود لأبوية هنا نحن أن نضيف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نمشه تلك الكاميرا نصور أي شيء و تتحكم لنا سوف نتصور أي شيء وقوم بشكل خاطئ سوف نتصور سوف نقوم بحلقة سوف نتواجد الفيديو سوف نتحدث مع المشكلة سوف نتواجد الفيديو يمكننا خرجوه من هذه البلاسة خرجوه ونخدموه هكذا نشعل نشعل نبدأ الفوتو نشعل 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 نقوم بريدك نسقط نقوم بريدك نجعل نقوم بريدك نقوم بريدك لا تحضر اقتصر نجعل نتوقع نريد الكاميرا كاميرا نشعله تشعري تشعري مرة أخرى تصور لك تصور لك تصور لك الأرقام الدقائق ونقفل الفيديو بحالك كما تحكموا كما تشفح تصور لك كما تحكموا كما تشعر تصور لكم تصور لكم ونقفل أن هدى تصور لكم تصور لكم المشكلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخليت الأسود علاج لكي نشرحها لكم من الأول قبل أن نستطيع هذه المشكلة ولكن سوف نستطيع هذه المشكلة لكي تستفيدون مني إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله لا تنسى أن تضعوا لايكات وتقطعوا الفيديو مع أصدقائكم وتعلموا الفائدة وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله